أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما علاج العنوسة في وقتنا الحاضر وهل هذا مقتصر على الإناث فقط علاج العنوسة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقها وأمانته فزوجوه فلا يجوز تأخير الخاطب إذا كان كفأا ورضيت به المرأة يجب المبادرة بقبوله فهذا من أسباب القضاء على العنوسة لأن بعض النساء تؤخر الزواج من أجل وظيفتها أو من أجل دراستها حتى يفوت عليها الأزواج وبعدين الأزواج لا يرغبون فيها إذا كبرت فالمبادرة بالزواج في وقته ووقت يعني يكون شباب المرأة هذه فرصة تفوت بادر بالزواج لأن الزواج هو مصلحة المرأة ليس مصلحتها في الوظيفة ولا في الدراسة مصلحتها في الزوج الصالح الذي يحفظها ويصونها ويقوم عليها فإذا فات عنست المرأة وتجنبها الخطاب نعم